وليس لأي جحوية والأهدي ميساق وإذا رأيتونا قلدنا أنصحونا في العام في الخاص بزي ما بتروا مناسب لأنه لو ما بتنصحنا ما هنمشي لي قدام أتمنى ذلك أتمنى أنه نحن نمشي في مبادرة التسامح للسودان ما عندنا قضية بأي أجسام جسمك قلي طرف جسمك قلي طرف تعالني أنت بس كسوداني تعالني كسوداني بس نتوحد جيب رابطك بتعطي الخشنبيت حقك تراسك داعنا هنا دائرك بدايرك بطراسك التراسات مهمة جدا والثقافتك كل اللعبة التي بتلعبه جراري كشوق كل حاجة كرنك دي كلها ثقافات دائرنا لكن ما ترجعني أنه أنا أجدر لك أربيا عشان تجيبك من قادوب لي أنت فاهم القصة؟ لكن أسألني أنه كيفية تعمين الموضوع ده مع الولاية كيف ومع حكومة التصورة كيف ده البرنامج أنه إحنا حنخاطب كل الجهات المسؤولة كل القاضات حنخاطبهم فردا فردا وحدة وحدة حنخاطبهم باخطابات رسمية وبكل إحترام ولهم التحيي والإحترام عشان يكون فعلا صح في بنابة هات وطن حقيقية بدون إخصاء أي جهة مسؤولة في داخل جمهورية السودان حتى لو منختلف معها السياسيا لأننا الآن معاك ما في السياسة الآن نحن معاك في الوطن ولو إت ماشي خطأ ذاته بنتعيك عشان تجي تسمع الخطاب حقنا ده بقول في شنو أسأل الله أنه قلبه قلين عشان ترجع على سراط المستقيم لكن ما هنسيقك ليه؟ هنعلمك لو أسيقناك هتمشي مننا بعيد والعدو هيشيره ويجي يدقك بينك أنت فاهم ولا ما فاهم؟ ما هنسيق زر كلنا هنتجرب في الحتة دي وكلنا هنخط يدنا مع بعض في الحتة دي فإذا اتجربنا وخطينا يدنا مع بعض هنبني دولة وده الحمى الأساسي بناءة الدولة الليلة اللاجئة والنازحة واللاجئة النازحة الموجودة في المعسكرات لا يمكن تعيش بعمان إذا متوحدنا البقاري البسير لا يمكن يعيش في عمان وأمه تعيش في عمان إذا متوحدنا بس أنا دارك في للشباك الوحدة هي الأساس الوحدة هي الأساس قوتنا في وحدتنا أنت سوداني أنا سوداني تساموا أحل السودان دل بخلينا نحن نقرب مسافاتنا مع بعضنا البعض دل بخلينا أنه من هنا لحد الفشقة نجيف مع أحلنا أراضينا كلها مشهولة من حلفة لحد فشقة بيأكلوا فيها وأحلنا بيموتوا ليلا ونحارا بالذات ناس الماشية الرحل والنازحين واللاجئين وأبناءنا بيدفعوا التمم في النيجر اللاجئين في النيجر والسجون المساجين الموجودين في ليبيا بالعلافة السودانين والموجودين الآن في حدود المصرية الليبية بالعلافة السودانين كلهم في السجون ومن غير السجون المصرية ومن غير اللاجئين السودانين الموجودين في مصر بيدفعوا التمن ليلا ونحارا وأنا إن تنمن كل النقوة من الشاكل هم بيدفعوا التمن ليلا ونحارا وقت رفعة في جمهورية السودان دفعت التمن المرأة والطفل المرأة والطفل هم الدفعوا التمن تمنقالي جدا والشباب السوداني العرواحهم بدروح رخيصة بين السعودية واليمن ونحن في النهاية ما بنجي عشان نجد عشان نبني وطن بنجي عشان ناكل بعضنا البعض إنت عصلي أنا ما عصلي إنت عاربي أنا أفريقي إنت بتاع ما بعرفوليك إنت نكت ده المستبيل من من الكلام ده من المستبيل منه السفيدة منه الدول تعالوا نبني دولة إنت ما عندنا نسبة النهاز بالنسبة 80% دولة الله أدانا دولة في العالم كله ما فيه الله أدانا دولة والله في العالم كله والله ما فيه قسما وعظما دولة عندها نسبة دوران بالنسبة 80% في العالم يأتي دولة غير السودان السودان السمغ العربي بالنسبة 80% من المواد النادر 80% يأتي دولة في العالم غير السودان الصح؟ النحاس بنسبة 80% في العالم ياة دولة في العالم أراضي شاسعة جدا للزراعة دولة شاقيعة 2 نيل بطول الدولة دولة عندها أبار جوفية في العرض أي مع الحفرتها الموى بتطلع ياة دولة في السودان في العالم السودان لماذا يا أخي؟ الروس قايم في الخلا الروس قايم في الخلا الأردب القنقلس إذا في عمان جبنا ديل بس نحن نكون أغنى ناس خليك من الماجنيزيوم خليك من الكروم خليك من الجير خليك من الجبس خليك من القرنة يا جماعة نحن عندنا موارد لا تحصى ولا تعد والله ما يحصاها إلا الله سبحانه وتعالى الله عدّانا تربة موجودة في السودان لكن عدّانا قلب في السودان ما هنتفك كلنا هنأكل بعضنا البعض والله قال لا فرق بين العربيون وعجميون إلا بالتقوى إذا رجعنا للدين يعني برضو نحن ما طبقناه قال فلاتي بليد جدا أسه زهرية قلاله وشن طيب والله والله سبحان الله يعني الفتنة قالوا عشد من القتل يعني أسه زي زي ودى الزبير الإسلامي ده بقولوا عليه شنو يلا ديل أين زيدي بتلقاه ما سوداني أين زيدي مستهيل يكون سوداني أمّا وعبا فأنت والله حرام تكون قاعد في نصنا والله والله حرام تكون قاعد في اللايف لكلكم أنا ببرك عديل يعني حرام 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 أنك أنت تكون قاعد لازم واحد يحذرك لأنه زي داء نتل ربنا إن شاء الله يحدينا الماسونية الزيدي الدالين حاربها بالوحدة خليه يقوط أشان يتعلم يوم من الأيام تهم دا؟ طيب أنا هسي حذرته من هناك لكن ما حذرته من هنا من هنا قاعد عندي خطين طيب هزاته نما نحذره نما نعطرده برا بيشيلوا العدو وهزاته عدو بيشيلوا العدو بيجيبوا هزاته بيجند لناس تانين يعني المدرسة مبروض تكون شنو تكون مدرسة كاملة نحن نتحمل أنا هسي برضو قيلت برضو باعتذر اللي حذره لو اللي قلت طريقة برفع منه الحذر من الله يفد طبعا عشان أرفع منه الحذر الصعب شوية كويس لكن هو موجود في الصفحة التانية قائد يشاهد من أفر الصفحة التانية لكن خليه عشان يتعلم فإذا توحدنا قطيننا يديننا مع بعض العدو ما بخش فينا ولا أبناءنا هيتاجروا بهم في اليمن ولا أبناءنا هيتاجروا بهم في أي دولة تانية ولا جيشنا هيكون مرتزقة ولا أبناءنا هيكون مرتزقة ولا أنه إحنا بنجري بنخلي يعني يعني عشيرتنا وأحلنا الآن إحنا عندنا أكتر من عشرة مليون أو خمسة مليون فمع فوق من الفتاوات في السودان اللي بيجيب لهم حقهم منه زواجهم من وين الزواج حقهم من وين ليه لأنه نحن كلنا مرقنا خليناهم نحن كلنا مرقنا خليناهم بدفع ثمنهم وأنا وينتقى لني الشاكل السجون المساجين الموجودين في ليبيا أبناء السودان بدفع ثمنقالي الآن في ليبيا داخل السجون البنشي بيجيبوا منه أنا ويتم الشاكلين أنا أحرر منك إنت أحرر مني أنا أحسن منك إنت ما أحسن مني لا لا قصة انتهت أنا وقلت لك الدرب دا سدينه درب الجنجويد ودرب المرتزغة ده كله ناس أرفوه دارين نتوحد أشان نبني دولة انتهى دارين نتوحد أشان نبني دولة لكن ما دارين نجيب مبادرة تسامو أحل السودان لمصطحة حزبية لا 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 ما عندنا ولا لمصطحة شخصية ما عندنا نفير جهوديا اللي أمو نتفقو نفروا يلا بعد ذلك دارة تقى منظمة إنسانية على الجسم دالنا دارة تسويوا حاجة تالية ما في مشكلة حاجة إنسانية فقط نحن بنمشي فيها بنمشي فيها تماما ليلا ونحارا ولا هنكل ولا هنبل ليه إذا بقي في الأمور بقية وإذا متنا الدرب يكون مفروش للناس القيرنا ترجمة نانسي قنقر